أيمان تكلّك تعليقات كثيرة للفترة الأخيرة ومنذ رحيل كلتنبرج وبريرا تكلّك تعليقات كثيرة اللي شفتوا للفترة الأخيرة ودلوقتي اللجنة الحالية كتابتوا حتى على صفحة الاتحاد وقالت هنعمل كذا وكذا وكذا في البداية طبعا أنا أحب في الأول أشكر الكابتن محمد فاروق وكابتن إبراهيم وكابتن حمدي والمجموعة اللي كانت موجودة كلها بنشكرهم وقدوا دورهم يمكن كان في بعض الحاجات لكابتن ناصر نوع عليها يعني جدت كابتن ياسر عبرقوف وكابتن تامد دوري وكابتن وفي السايد دكتور عزب الحقيقة الأمور في البداية زي ما أنت بتقول كده مباشرة حقيقة بالخير يعني يمكن اللجنة زي ما شوفنا يا كابتن ناصر نزلت تعليمات للحكام اللجنة دي عشان تبع عارف يمكن الكابتن ياسر يعني من الزميل بس يعني يمكن أخه قريب مني جدا يعني وأنا أعرف هو بيفكر ازاي حيثة الانضباط والالتزام دي مهمة جدا يعني إذا كان هيبدأ بالحكام طبعا بالمنظومة التحكمية وأكيد بيطلب أنه بره يبقى فيه برضو التزام من الفرق والعندية والأجهزة الفنية يا كابتن ناصر والكلام ده لو بصنا للحاجات اللي نزلت أول حاجة زي ما قلت لك هو نزل تعليمات الحكام ودي حاجة جميلة جدا يا كابتن ناصر أن الحكام الميديا والفيسبوك والكلام ده حاجة شيء يعني أنا بقول شيء رائع ونزل موضوع المعسكرات واللي إحنا البياني اللي يمكن أنت أكيد أعرفته هتلاقي فيه كل حاجة يمكن بس هنوالك على حاجة أو حاجتين في الموضوع ده الحاجة الأولى أننا اللي حاولنا كابتن ناصر أنه فيه فيه فره يبقى فيه سيموليتور فيه تدريب للحكام هيبقى فيه عربيات العربية الفره تبقى موجودة هيبقى فيه محاكاة طبيعية وتدريب فعلا موجود للفر لا أعيز أقول لك يا باسم محمد أن أنا طول ما كنت موجود في الفترة اللي هي قبل الموسم اللي فات ما كنتش موجود طبعا الفترة اللي قبل كده أوم على أجانب وطول الفترات اللي فات الكلام ده ما كانش موجود تدريب الفور ده ما كانش موجود نائي ولا أجهزة ولا السيموليتور ولا التدريب المحاكاة أكيد طلبه زي ما قال لك كابتن ناصر لا أنتك حركة عضو لجنة لا لا ما كانش فيه بص انت بتطلب الأجهز ما بيجيش أنا بكلمك عن فترة كمان الموسم اللي فات يعني التدريب الأجهزة دي مش موجودة أصلا أجهزة التدريب العملي ليه مش دي أجهزة الفور الموجودة في المتشف لا لا أجهزة السيموليتور دي فيها أجهزة تبقى لازم تبقى موجودة يا باسم محمد للتدريب لتدريب الحكام سبعني باسم كابتن عيمان طب أكمل الجزية دي كابتن دي بتبقى موجودة ده تدريب مستمر طول الموسم فدي هتبقى موجودة فيه يعني إحنا مثلا قبل الدور الممتاز ما كانش فيه معسكر لحكام الفور يمكن كان فيه مشكلة كان فيه عضو لجنة مش موجود وجيه عضو لجنة قبل الدور بيوم فكان فيه تخبط في أمور معينة فنية فأنا شايف الفترة اللي جاية الحقيقة إن الأمور هتبقى كويسة يمكن برضو أنا أقوله على حاجة تاني في النزل يمكن هو الكابتن ياسر نوه إن فيه تحليل إسبوعي تاني وتحت قال فيه تحليل على طول هيبقى موجود للدوري أنا أقرى دماغه وأعتقد أنه ممكن أكيد بيفكر في بعض الحالات الجدلية يبقى لها أنه يصرح بيه أو كده يصرح بالي الإعلام أعتقد أنا فكري ياسر كده أنه هو قصة ما فيش حاجة مثلا يعني هتستخدم بالضبط كده